ترجمة نانسي قنقر من أجل التنمية المستدامة المتوافقة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 كما أشاد بالدور البارز لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في دعم المشاريع والمبادرات التي تنهض بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين وتعزز إسهاماته في المزيج الاقتصادي وأكد ميرزا أن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها في المحمية كأول محمية لاستزراع الأسماك في المملكة تتوجه للاستفادة من الطاقة المتجددة لخفض البصمة الكربونية للمشروع وتقليل تكاليف استهلاك الطاقة فيها موضحا بأن هيئة الطاقة المستدامة تسعى لجعل البحرين مركزا متميزا في الطاقة النظيفة بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية والتنسيق المشترك مع القطاع الخاص هذا المشروع سوف ينفذ على ثلاث مراحل مجموعها بيكون طاقة استيعابية ميجاوات واحد ومئتين وخمسين كيلوات من الطاقة النظيفة وكذلك يوفر جميع احتياجات المنشأة من الكهرباء أي أن فواتير الكهرباء بالنسبة لهم ستصفر وسوف يوفر مبالغ مجزية في فاتورة الكهرباء في الصيف أقوم بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة وتحافظ على صحة الإنسان في مملكة البحرين وهدف الهدف الوطني للطاقة المتجددة هو 5% بحلول 2025 ترتفع إلى 10% بحلول 2035 ويسعدني أن أعلن أننا نسير في التجاه الصحيح ومشاركة جميع القطاع الخاص والجهات الحكومية ترجمة نانسي قنقر